أزمة غير مسبوقة تواجه الاقتصاد البريطاني وسط ارتفاع كبير بأسعار الأغذية والطاقة وارتفاع التضخم الذي تجاوز حاجز العشر بالمئة ما أصفر عن موجة من الإضرابات الشديدة احتجاجا على أزمة غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة حلقة جديدة من سلسلة الإضرابات ينفذها ألاف الأطباء في المستشفيات البريطانية الذين أعلنوا التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام من أجل المطالبة برفع أجورهم بعد أن خسر هؤلاء الأطباء 26% من أجورهم بالقيمة الحقيقية منذ عام 2008 عندما فردت قشف على الخدمات الصحية الجمعية الطبية البريطانية أطلقت من جهتها حملة انتقدت فيها تدني مرتبات الأطباء في بداية مسيرتهم المهنية وفي المقابل أعرب المسؤولون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية عن بالغ قلقهم من عواقب هذا الإضراب على المرضى يأتي الإضراب الأخير في وقت تتعرض فيه المالية العامة لضغوط شديدة بينما تستعد حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك لتقديم الموازنة يوم الأربعاء القادم وهو اليوم ذاته الذي يتوقع فيه أن يكون أحد أكثر أيام تحركات نقبية في البلاد احتجاجا على الأزمة المعيشية ومن المقرر أن يتوقف عن العمل موظفون في القطاع العام ومعلمون وسائقون في مترو لندن بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار وأزمة تكلفة المعيشة التي تتفاقم يوما تلو الآخر على أن ينظم الاحتجاج في لندن في حي ويستن مينيستر الإضرابات الأخيرة هي جزء من سلسلة إضرابات اجتاحت المملكة المتحدة خلال الأشهر الأخيرة حيث أضرب أيضا موظف سكك الحديد والممرضون والممرضات وعناصر الشرطة الحدودية عن العمل للمطالبة برفع إجورهم لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار